قال له يسوع أن يحفظ الوصاية أجاب هذا الشخص حفظتها إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاية قال له أية وصاية وهنا لاحظ المسيح يتكلم عن الجزء الثاني من حجر الشريعة التي تتعلق بالعلاقات الإنسانية أن تكرم أباك وأمك هي محبة القريبة كالنفس فقال لا تقتل لا تزني قال له كل هذه الوصاية حفظتها منذ حداثتي في مكان آخر مكتوب فنظر إليه يسوع وأحبه يا على صبر المسيح يا على مثال المسيح يا على كمال الرب يسوع المسيح اتكلم عن الوصاية اللي بتختص بالناس هنا على فكرة يعني بيربع بيعمل ريز للمستوى الروحي اللي بيحاول يعمق وبيحاول يرسخ هذه المعرفة في حياة هذا الشاب فقال له محبة يعني تحب قريبك كنفسك قال له حبيت فبعدين الرب يسوع يعني لمس على الوطر الحساس قال له إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني وكان الجواب الصادم أحبائي إن هذا الشاب مضى حزينا أليس مكتوب أحبائي محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة ألم يقول المسيح لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما أن يلازم الواحد أو يعني لا يقدر أحد أن يخدم الله والمال ثم أحبائي محبة العالم قال الرسول يحنى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم قال الرسول يعقوب إن محبة العالم هي عداوة لله ثم البشير يحنى قال لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله الأعمال التي تظهر الإنسان وعظمة الإنسان وشخص الإنسان يقبلون مجدا أحدهم من آخر مش عم بحرك ساكن بالنسبة لفكر التقليد اليهودي إن الغنى هي بركة إلهية بركة من عند الله الفقر تعتبر ضربة وتعتبر لعنة لكن هون المسيح الذي يتعاطف مع الجميع بغض النظر أغنياء أو فقراء رجال أو نساء يعني عظماء أو يعني ضعفاء بالنسبة للمسيح الجميع سواسية فإذن محبة المال محبة العالم محبة مجد الناس أو كما يقول في يحنى 3 لأنهم أحب وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأنه بالأصل من اللي شايف أي صلاح أعمل أنت بتقيس صلاحك ومقياسك للناس ولا بتقيس صلاحك ومقياسك أمام الله